بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأى الكاتب والإعلام التركي المعروف كمال أزتورك أن أثمن شيء في العالم لم يعد النفط بل البيانات الخاصة بالبشر فإذا كنت تمتلك البيانات وليس المعلومات فأنت تمتلك القوة محذرا مما وصفه بالحصار الرقمي وقال أزتورك في مقال بموقع الجزيرة نت إن غزة هي المدينة الوحيدة المحاصرة والمعزولة في العالم لكنني سأتحدث إليكم اليوم عن حصار مختلف حصار خطير ومخيف بالقدر نفسه لحصار غزة وهو الحصار الرقمي وأضاف عندما بدأت العمل في الصحافة عام 1995 لم يكن هناك إنترنت ولا هواتف محمولة وكانت مهنتنا أصعب لكنها أجمل في الحقيقة حينها كان الناس يستخدمون التلفزيون والصحف والراديو للحصول على المعلومات حتى تم اكتشاف الإنترنت وسيطر على العالم بسرعة لا تصدق والآن أصبح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أهم طرق الحصول على المعلومات وهنا يكمن الخطر في المقابل إذا كانت إحدى الدول قد احتكرت تدفق المعلومات في العالم ومشاركة الأخبار والرسائل والصور ومقاطع الفيديو فلدينا مشكلة يجب أن نفكر فيها بجدية لقد أصبح هذا أيضا مشكلة أمنية وطنية لكل دولة عندما أعطيك الأرقام ستفهم الوضع بشكل أفضل وتابع المقال يبلغ عدد سكان العالم 8.1 مليارات نسمة يستخدم 68% منهم أي 5.4 مليارات شخص الإنترنت كذلك يستخدم 4.7 مليارات شخص في العالم وسائل التواصل الاجتماعي أي أن 60% من سكان العالم يدخلون وسائل التواصل الاجتماعي يوميا من هذه الناحية فإن انتشار استخدام الإنترنت أمر جيد ولكن أين يكمن الخطر دعونا لنلقي نظرة على أفضل 10 منصات التواصل الاجتماعي تستخدم في العالم فيسبوك 2.9 مليار نسمة يوتيوب 2.5 مليار واتساب 2 مليار انستجرام 2 مليار ويتشات 1.3 مليار تيك توك أكثر من مليار فيسبوك مسينجر 931 مليون تيليجرام 700 مليون سيناب شات 635 مليون تويتر 556 مليون نلاحظ من بين أفضل 10 منصات التواصل تستخدم في العالم سبع منها تعود ملكياتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية واثنتان إلى الصين وواحدة وهي تيليجرام مرخصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ولكن ما هو محرك البحث الذي يستخدمه 5.4 مليارات شخص في العالم الذين يرغبون في الوصول إلى المعلومات من شراء الأدوية إلى العثور على الاتجاهات نعم إنه جوجل ف39% من الناس يستخدمون جوجل الولايات المتحدة الأمريكية و1.7% يستخدمون بينج الولايات المتحدة و1.1% يستخدمون ياهو الولايات المتحدة وأقل من 1.100% يستخدمون يانديكس روسيا وهذا يعني أن بيانات البحث والبيانات الشخصية لاثنين من كل ثلاثة أشخاص يعيشون في العالم مسجلة حاليا بواسطة شركات أمريكية وتشمل هذه المعلومات جميع أنواع بياناتك الشخصية يقول أستورك قبل سنوات كنت أسير مع زوجتي وابنتي في منطقة أسكدار في إسطنبول فقالت زوجتي إن أنا بحاجة لشراء آلة التوست محمصة الخبز بينما كنا نفكر في أي منها تلقيت رسالة على هاتف المحمول تقول هناك خصم 30% على آلة التوست فقلت يا له من خصم رائع وذهبنا إلى ذلك المتجر واشتريت الآلة لكن عندما وصلت إلى المنزل أدركت ما حدث فلقد كانت المعلومات التي تفيد بأن جوجل تستمع إلى أصواتنا وترسل إعلانات بناء على ذلك صحيحة وقد اعترفت شركة جوجل لاحقا بأنها كانت تستمع إلى أصوات المستخدمين دون علمهم وأنها استخدمتها فقط في قسم التسوق الخاص بها ولكنها لم تسجلها فهل يمكنك أن تتخيل أن هاتفك المحمول هو في الواقع جهاز استماع لشركة تابعة لبلد آخر إذن ما الضرر في كل هذا التعتيم الرقمي في حرب غزة نشرت منظمة هيومان رايس ووتش تقريرا في الأسابيع الأخيرة اتهمت فيه شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام بإغلاق حسابات فلسطينية بشكل غير عادل في الوقت نفسه تم إغلاق أكبر حساب إخبار فلسطيني على فيسبوك هو شبكة القدس الإخبارية التي تضم عشرة ملايين متابع مما أثار ردود فعل غاضبة ومع ذلك تبين لاحقا أن هذا ليس الحادث الوحيد بل تم إغلاق آلاف الحسابات الأخرى وذلك بسبب اتفاقية بين وزارة العدل الإسرائيلية وفيسبوك عام 2016 مما أدى إلى إغلاق 85% من الحسابات التي اشتكت منها إسرائيل وبالمثل قامت إنستجرام ويوتيوب أيضا بإزالة أو تقليل ظهور المنشورات المؤيدة لفلسطين أما إيلون ماسك مالك منصة إكس تويتر سابقا فقد قاوم لفترة من الوقت لكنه اضطر في النهاية إلى السفر لإسرائيل وللتكفير عن ذنبه بسبب حملة المقاطعة التي أطلقت ضده اتفاق مرعب بين جوجل وإسرائيل في عام 2021 وقعت الحكومة الإسرائيلية وشركة جوجل اتفاقية أطلق عليها اسم مشروع نينبوس بقيمة 1.2 مليار دولار وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء نظام سحاب ضخم في إسرائيل لجمع البيانات وسيتم معالجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي ولكن بعد ذلك كشف موظفي جوجل أن هذا المشروع يمكن استخدامه لأغراض استخباراتية عسكرية وأنه يمكن استخدامه لتتبع الفلسطينيين وتحديدهم وجمع بياناتهم وعليه نظمت مجموعة من الأشخاص مظاهرة أمام مقر جوجل في سان فرانسيسكو للاحتجاج على الاتفاقية ومع ذلك لا يزال مشروع نينبوس قيد التشغيل حتى الآن حصار خطير كل هذا يشير إلى أن أثمن شيء في العالم لم يعد النفط بل البيانات الشخصية بالبشر الآن إذا كنت تمتلك البيانات وليس المعلومات فأنت تمتلك القوة وقوة كبيرة جدا لدرجة أنها يمكن أن تؤثر على الانتخابات في بلد ما في الواقع في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2014 حكمت فيسبوك بتهمة بيع بيانات شخصية لشركة كامبيرج مما أثر على نتائج الانتخابات لصالح حزب معين واليوم يتم إدخال مواقع جميع الصحفيين العاملين في غزة ومعلوماتهم الشخصية إلى أرشيف هذه الشركات إذن من يمكنه أن يضمن أن هذه الشركات التي أعلنت دعمها لإسرائيل لن تقدم بياناتها إلى إسرائيل مع مشروع نيمبوس يمكن لإسرائيل الوصول بسهولة إلى هذه البيانات وفكر في الباقي تجبر جميع المؤسسات الإعلامية في العالم على استخدام اكس تويتر سابقا وإنستجرام وفيسبوك لنشر أخبارها فإذا كنت تريد أن يتم مشاهدة مقطع فيديو في العالم فأنت ملزم بيوتيوب كذلك يتابع الناس الأخبار على اكس وتتشكل الأجندة العالمية بفضله أيضا إذا كنت تريد إرسال رسائل أو دردشة عبر الإنترنت فإن واتساب هو مركز رئيسي في جميع أنحاء العالم تقريبا ومن خلاله يرسل 2 مليار شخص 70 مليار رسالة يوميا بالإضافة لذلك يقوم هؤلاء ل2 مليار شخص في العالم بتحميل أكثر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم حميمية على إنستجرام وقد قام إنستجرام بتخزين أكثر من 50 مليار صورة وفيديو حتى الآن كل هذه البيانات المجنونة تخلق الكنز الأكثر قيمة في العالم وبهذه الطريقة تمتلك الشركات الأمريكية أهم المعلومات الأكثر أهمية وحساسية حول جميع الناس في جميع البلدان ويمكنها استخدامها كما يحلو لها وبيعها وتقديمها إلى أي مؤسسة حكومية تريدها في هذا النظام البيئي الذي يؤثر على البشرية جمعاء لا توجد منصة واحدة تابعة لدولة مسلمة الآن تمت إضافة برامج الذكاء الاصطناعي التي ستشكل مستقبل البشرية إلى هذا النظام وهنا أيضا العالم الإسلامي غائب 57 دولة إسلامية و2 مليار مسلم هم في الواقع عبيد رقميون لهذه الشركات التي تمتلك معظمها الولايات المتحدة الأمريكية تخيل أن الإبادة الجماعية في غزة يمكن الإعلان عنها من خلال الشركات التي تملكها أمريكا التي تقدم أكبر دعم لإسرائيل هذه الحقيقة المؤلمة وكما نجحت قناة الجزيرة في كسر احتكار القنوات التلفزيونية الأمريكية أثناء حرب الخليد فإننا نحتاج إلى خطوة جديدة الآن نحن بحاجة إلى إنشاء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا كمسلمين لكسر هذا الحصار الرقمي وصدقوني هذه قضية لا تقل أهمية عن تحرير غزة من الحصار في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر